إذن صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سامة الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي أن هناك خطة لوضع عملة رقمية تجربية للتداول بين البنوك لمواكبة التطورات العالمية أوضح أيضا محافظ مؤسسة السامة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن نشر متطلبات ترخيص البنوك سيتم قريبا ولن يكون هناك ريال ورقي في المرحلة المقبلة وسيكتفى بالمعدنية وتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نتائج إيجابية في الفترة المقبلة وذلك بناء على مؤشرات النصف الأول من العام الجاري ومن غير المتوقع حدوث مزيد من عمليات الاندماج بين البنوك